السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما رأيكم تشاهدوا اليوم جبنالكم البريوش اللي حبوا البريوش بالكريمة من أروع ما يكون وان حبات فرضية كما تشوفوا الشكل تحا يشاهي والكريمة تحا ما شاء الله تابعوني للأخير حتشوفوا ان شكل جميل بمقادير بسيطة واقتصادية موجودة في كل بيت يعني ما تحتش مقادير كبيرة ونروح مباشرة للوصفة اذا نحتاج هنا كأس حليب دافي لازم يكون دافي اذا ملعقة مملوئة خميرة حبة البيض زج ملاعق مارغارين ملعقة ملعقة صغيرة ملح الملعقة صغيرة كاملة ثلاث ملاعق سكر عادي وفرينة نجمع به العجين اذا نحط اول حاجة الحليب ملعقة مملوئة كبيرة خميرة سكر قلت ثلاث ملاعق مملوئة سكر واذا نخلطوهم ونغطيوهم وخلي الخميرة حتى الضعف فقط نزيد حنزيد حوالي ملعقتين حتى الثلاث ملاعق اذا فعلنا بيش تفعلنا الخميرة الخميرة ما طولش اذا نخلط هنا جيدا ونغطيوه قلت احنا ما راحش نديرو كمية كبيرة راكو شتوت حوالي ثمن حبات فردية كبيرة يعني حجم متوسط يعني تكون كل واحد وحبته ثمن حبات اذا هنا راح نغطيوهم نخلي الخميرة حتى يضعف الحجم متاحة ونرجع لكم فيما بعد هنا بعد ما تفعلت الخميرة كوشادو راح نضيف حبة البيض وملعقة صغيرة ملح وتملعقة صغيرة على القهوة انا صغيرة كامل المارغارين الانزم تكون به حارة الغرفة ونخلط هنا استعملت مباشرة يدي ونبدأ نفرغ الفارينا قلت انت حصلوه على عجينا تكون طرية لان البريوش بيجيك خفيف لازم يكون العجين تاعو طري شوفوا هنا اذا نبدأ نجمع العجين قلت لكم ناجح من اول مرة تديروه ناجح ويجيكم خفيف البريوش هذك يجي ما شاء الله شوفوا هنا العجينة تاعي كانت ما زالت طري بديت ان لحت لها المانغارين دخلتها في الوسط مع العجين هنا اذا جدتكم العجينة طرية زيادة زيدوا شوية فارينا لانه هنا ينتو ما راح تتحكموا فيها كي تتجمعوا العجين لانه هنا نحاول ندخل الزبدة تاعي بدون دلك ما ندركوا فيه ما هو فقط راح ندخل الزبدة انا في العجينة وبعدك نوقف اذا كنت شاهدوا انا هنا العجينة جاتني ما زالت اذا ما زالت طرية على هذك راح نزيد لها شوية فارينا شوف خدموا غير بالعقل ما تتزربوش تديرو الفارينا وبعدك للعجينة تنشفلكم اذا تبقوا تتجمعوا فيها غير بالعقل حتى تشوفوا اندمجة الفارينا كامل والعجينة انا تكون طرية لكن متماسكة هذا هو الشرط يعني باش العجينة تنجحلكم لانه ندخل كامل الزبدة التاعي مع العجينة ونضيف شوية فارينا كي رايت انا تلسقلي لكن انا كنت شوفها انا كنت شوفها ولا تما تلسقش شوفوا هنا هاي هاي انا العجينة دخلت فيها الزبدة كامل ورجعت اذا ما شاء الله شوف طرية وما تلسقش في اليد في هذه المرحلة اذا نغطيها ونخليها حتى يضاعف اذا حجم العجين وبعد ذلك اذا راح نديرو كويرات اذا هنا بعد ما ان خمرتنا العجينة التاعنا شوفوا شكلها هاي شحرها هاي راح نقسمها العجينة الى ثمن خبزات اذا حنقسم اذا العجينة الى ثمن خبزات تقدر انتم تديرو محتى لعشاك تحبو تصغرو مديرو مصغر انا هنا الحجم اللي شتوه اذا ثمن خبزات لانه حبه هذيك انا حبه واحد يقدر يفطر بها صباح مع القهوة اذا نقطعوه نديرو انا كويرات وبعد ذلك حنعود نكورو انا باش نحطوه يختامر اذا في الاول هكتشوفوا انديرو كويرات اذا ونبدأ نحط فيهم كامل اذا بهذا الشك ونحطوه هنسرعلكم العملية اللويه فقط هنديرو كويرات بنفس الحجم كيتشوفوا انا حبه زادت انا نقصوها وبعد ذلك نلويه ونحطوه اذا يختامر شاهدو قلتلكم دالي ثم نحبات اذا بريوش فردي شوفوا كيفاش اذا اول حاجة حنبدأ حنبدأ من اللول من اللولة اللي كنت خدمتها شوفوا اذا نبدأ نلويها شوف اذا نحط صباعي الكبير من تحتها وندورها نشوف تجي الثقب يجي من تحتها وتعطينا الوجه بهذا الشكل حتى نكمل كامل كمية نغطيوها ونخلوها قلت حتى يضعف الحجم تاحها اذا نحاولو كما كنت شاهدو قلت اذا نخليهم حتى يخمرون فيما بعد ان شاء الله هنا بعد ما اختمروا وضعف الحجم تاحهم نجيب حبة البيض نديلها شوية ما ونطلي بها الوجه تاع البريوش تاعنا اذا قلت حبة البيض شوية ما معا حبة البيض واذا نطلي به الوجه تاع الخبزات تاعنا ونحطوهم في فرن يكون سخون ميتين دراجة اذا بشي طيبو يحمارونا اذا هذا هو بعدها مشوف بعد ما طابوا شوف الشكلهم ما شاء الله وحدهم هكذا يتاكلوا اذا نجيب الكريمة نديل نص لترحليب اذا كاس الى ربع سكر تثم غارف ميزينا حبة البيض الافاني وان عطر الليمون اذا حنجيب الحليب نحطوه يسخن وبعد ذلك نجيب كسرون اخرى نحط فيها سكر شوفوا مايزينا تقريبا عند الكاس هذا قريبا يوصل ثلاث اربع اللي هو ثلاث مغارف ميزينا وحبة البيض انا هنا قدرنا السكر والمايزينا خلطناهم باش الميزينا ما تتكتلناش فيما بعد لازم تخلطوا السكر مع الميزينا اولا باك زيدوا لها حبة البيض باش لمايزينا ما تتكتلكم شو ما تدلكم ش الكوتل اذا نشوية لاظاني خلطهم بهذه الطريقة ونجيب لحلي بتاعي هو سخون ليحطته فوق النار نفرغ غير بالعقل ونسرع العملية بهذا الشكل شوف اذا نفرغ ونكمل كامل نعاود نحطه فوق النار اذا ها هنا نحطته فوق النار وبدأت الكريمة تعقدنا بهذا الشكل نخليه حتى يبدأ يديرنا الفقاعات كامل في المرحلة لازم نتسرعوا العملية باش ان الكريمة تعكم ما تتكتلكمش اذا شوفوا كيفها رجعتنا اذا في هذه المرحلة هنبردها وبعد ذلك نرجع لكم رح تشوفوها بعد ما تبقى توليدا فيها احنا شوفوا رجعت دافية في هذه المرحلة رح نضيف اذا عطر عطر القارس ونزيد مغرف مملوءة مارغارين بهذا الشكل اذا ملعقة مملوءة مارغارين وعطر الليمون ونحاول ندخل المارغارين في الكريمة تعني قلت الكريمة راه يدافية على ذيك المارغارين رح تذوب فيها ما تكونش سخونة وتحطوها خاشتوا لكم انها زيت شوفوا شكلها كيفاش ارجع اذا نحاول ننذوب هذه الزبدة كامل لانه راه يدافية رح تذوب الزبدة يعني بسهولة واللون تاع الحامض يعطي لها لون شباب لون أصفر والماذاق يجي اروحة اكو تعفو الحامض ان في القاطو الموزو الحامض يعطي لها بنا ان بشكل آخر هنا اذا نحنديلها كيس بلاستيكي راح نحط الكيس بلاستيكي يلامس مباشرة الكريمة ونخليها حتى تبرد تماما كي تبرد نملقوها في لابوش ونبدأ ونعمروا الحلوة انا اذا الحلوة انا عفوا البريوش تاعنا انا راني نقسمو على سنتها ما نهبطش خلاص حل تلت تحتها كامل شوف بش نديل الكريمة في الواسط تقدروا انا بلما تقطعوا هكذا تقطعوا عادي نصف دائرة وتعمروا لداخل انا حبيت هكذا شكل يجي جميل يجي ما شاء الله والكريمة كامل تجي مغطيها البريوش تاعنا اذا نحن جيب الكريمة تاعنا اللي برد تقلنا نعمرها في لابوش ونبدأ ونملقو الفراغات اذا بهذا الشكل شوف اذا دايما نملقو الفراغات غير بالعقل اذا كما كتشاهدوا نبقى ونملقو قلت هذو الفراغات غير بالعقل شوفوا اذا انا قطعناها على ثمانية قلت ما نقطعش تحتها كامل نخلو غير شوية فقط باش نقدروا ان وتفتحنا اللي عجين اعفوان البريوش تاعنا غير بالعقل هنكذا لو كان كاي نكون واحد يزدي يشدلك يكون احسن يفتح لك الفراغات ان وانت يا ان تملقي البريوش تاعك بهذا الشكل احنجيب ملعقة نحي الاضافات تاع الكريمة ونكمل مع البريوش هذا كامل اذا الكريمة هذي جتني قسمة ملأت ثمان حبات اذا بريوش بهذا الشكل ونحطها شوف اذا نحطها جانبا نزيد حبة اخرى بنفس الشي شوفوا اذا نفتح الفراغات غير بالعقل ونملأ الفراغات كي ما ركوا تشاهدوا بهذا الشكل نزيد قلت حيكون عندكم ثمان فراغات تملقوهم في ثمانية زيادة تاع الكريمة هذيك اذا نحيوها نحطوها نعودو نملقوها في لابوش ونكملو باقي كي ما نقدرون نملقو بلا لابوش نملأ نشد مغرف انا نفتح الان الشوقوق هذي ونملأها ماشي شرط لابوش نقدر ملعقا نملأ كامل الفراغات اذا انتم حسب وش عندكم وكي ما حبيتو هاي هنا نحيل الكريمة اضافية كامل لراهي زيدة اذا كي يكمل العملية كلها حنرشها بالسكر ويعطيكم كي ما شفتون بداية الآن الفيديو منظر ما شاء الله شوف اذا ها الشكل النهائي كامل للبريوش دعنا ان بريوش رمضاني ما شاء الله يجي روعة للقهوة يجي من اروعة ما يكون تقدر تدير نص الكمية نص الكمية تخليها غدوة وزيدة تحشيها انت حرة لكن حتى هو بالكريمة يبت يبقى اذا ما شاء الله شوفوا شكله يبقى خفيف والبنة تالي كريمة من اروعة ما يكون نصحكم تجربوها اكشتو يعني شوفوا شها الخفيف يجي اذا يجي تحفى اذا اكشتو الشكل النهائي وصفة اقتصادية بسيطة وسهلة اذا ما تحتش يعني مجهود كبير وحتى ما تسحقش يعني مواد كثيرة وفي الاخير نتمنى لكم الصحة ودوام العافية ربي يتقبل منا ومنكم ويبلغنا رمضان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى فيديو اخر دمتم امينين